المسألة الأخرى أن الإنسان إذا أحب أن يفطر حينما إذا دعي وكان صائما صوم النفل فالأفضل له أن يفطر ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي فذهب معه أصحابه فتأخر رجل يعني لما اجتمعوا على الإناء تأخر رجل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني صائم فقال تكلف لك أخوك تكلف لك يعني بهذا الطعام تكلف لنا جميعا فأفطر وصم يوما مكانه إن شئت الله أكبر هذا من باب تطيب النفس من باب تطيب النفس وتطيب الخاطر فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الأفضل قال أفطر مع أنه صرح بأنه صائم قال أفطر وصم يوما مكانه فقد تكلف لك أخوك ولأجل هذا ذهب بعض العلماء إلى أن الصائم يقدر فإذا كان صاحب الوليمة أو صاحب الدعوة يقدر هذا الأمر ويعذره لا يفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيره كما جاء فيه فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم قال فإن شاء طعمه وإن شاء ترك خيره فإذا كان صاحب الوليمة يقدر هذا الشيء ويحترم مثلا مثل هذا الأمر ولا يصير في نفسه شيء الأفضل يعني يتم صومه وإن كان لا يعني يقول أنا تكلفت لكم وأعدت لكم مائدة أو شيء تقول لصائم فالأفضل أنه يفطر فإذا كان من النوع الأول فليصلي يعني يدعو له يقول يعني الله مبارك لهم أو أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار صلت عليكم الملائكة وقد يتأكد الفطر إذا كان المدعو واحدا فإذا دعاك أخوك على غداء أو إفطار مثلا وأنت لوحدك مثلا ثم جئت وقلت له والله أنا صائم ها؟ هو متكلف يتأكد في حقك الفطر فإن بالمجزوم المحقق أنه سيحصل في نفسي شيء كيف أنا دعوتك وتقول لي والله أنا صائم على إفطار ولا على غدا والجاي صبله قهوة ولا شايقة والله سامحني أنا صائم طيب أنا دعوتك وفرض تخبرني تقول طرح أنا غدا صائم مثلا ولذلك يتأكد في مثل هذا أنه يفطر ترجمة نانسي قنقر